الهجمات الإسرائيلية ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا لا تتوقف، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلنها بصراحة في مواقف كثيرة بأنه لن يسمح لإيران بالتموضع عسكرياً في سوريا. وآخر تلك الهجمات قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع عسكرية للجيش السوري تتمركز بها ميليشيات إيرانية في منطقة جبل المانع بالقرب من بلدة القسوة وسط معلومات عن خسائر بشرية على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب المرصد أيضا، فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران جنوبي القنيطرة. يأتي ذلك في وقت قال فيه الجيش السوري إن إسرائيل نفذت الضربة العسكرية من هضبة الجولان المحتلة نافياً وقوع كسائر بشرية من جراء القصف. وفي الثامن عشر من الشهر الجاري قتلا عشرة عسكريين سوريين وإيرانيين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع للدفاعات الجوية السورية في منطقة مطار دمشق بالإضافة لمواقع ومستودعات عسكرية للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبنانية. وفي الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الماضي قتلا ثلاثة من عناصر الميليشيات الموالية لحزب الله اللبنانية من جراء استهدف الطيران الإسرائيلي مدرسة الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالية والتي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية. ومن أبرز الهجمات الإسرائيلية خلال العام الماضي، هجوم ساروخي استهدف الحرساء الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب في الخامس من شهر مايو الماضي من العام الجاري. وتعد الضربة الإسرائيلية الجديدة السادسة والثلاثين التي تستهدف مواقع عسكرية لميليشيات إيران وحزب الله اللبنانية داخل الآراضي السورية خلال العام الجاري بحسب المرصد السوري. وكثفت إسرائيل من غارتها داخل سوريا منذ عام 2011 معظم تلك الهجمات ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.